مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعين العربية شرح اليوم هو على الآيفون تحديدا عن طريقة إيقاف زر الهوم أو اللمس المساعد قبل ما أبدأ شرح لكم الطريقة طلب أن تشتركوا بالقناة فعلونا جرس لايك الفيديو هذا السؤال أردت من أحد المتابعين فحبيت أعملكم هذا الفيديو القصير اللمس المساعد أو زر الهوم هذه الميزة موجودة بالآيفون تقدر تظهرها وتقدر تخفيها طبعا تقدر تستفاد منها تدخل على مركز التحكم إيقاف وتشغيل الجهاز وغيرها من الميزات فحتى تخفيها أن تروح على الإعدادات تنزل إلى الأسفل راح تلقي مثل ما تشاهدون تسهيلات الاستخدام تدخل على اللمس وتروح على اللمس المساعد توقف هذه الميزة وانتهت الآن موجود هذا الخيار لكن لو حبيت أن تظهرها لا تنسون أن هذا الخيار جدا مهم أنا عندي هاتف أطلبي اللمس على الآيفون آيفون 6 S6 فاللي استعملت أظهرت زر اللمس وكان شغال جدا فتقدروا تستفادوا منها أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت وطلب إذا عجبك الفيديو واستفاديت منها لا تنسى دعم القناة بالاشتراك وليك تفعيل الجرس تقطع تحابة أقولها بالنسبة لها هواتف الآيفون دائما حاولوا المساحة تقللوها طبعا دائما يعني بين إذا كان 128 يعني أقل شي بين 20 و30 جيجا وحاولوا الآن الدنيا صيف جدا حارة حاولوا إذا شاهدتوا الحرارة خصوصا على الشاشة أنتوا تتصلون بالاتصال الآن عندي جدا تتصير حرارة ففقط تشغل نمط الطاقة المنخفضة من مركز التحكم راح عندك تنزل الحرارة مئة بالمئة ونصيحة أبد مئة بالمئة لا تشحن إذا كان الآيفون حار ولو اضطريت أنه تشحن هاتفك ففقط أنه انزع الكفر واشحن لكن انتظرفت 15 دقائق يبرد واشحن هذا الشيء الذي ينصحكم به بنهاية الفيديو تحياتي ومع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر